اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس والدرس الغادم راح نشتغل على ايميل فيريفكيشن يعني شنو ايميل فيريفكيشن افتح الرجسر بيج اعمل حساب جديد مع خالد خالد ولازم اعطيه الايميل اكتب خالد اد ساين ايميل دوت كوم و باسورد اذا تلاحظ اهلا هذا الايميل فاك ايميل ايميل غير حقيقي اعمل رجسر اعمل لاج ان مع خالد ايميل دوت كوم شوف هذا غير صحيح ان نخلي المستخدم ينشئ حساب مع ايميل غير حقيقي لازم نعمل الايميل فيريفكيشن يعني لازم نعرف ان هو المستخدم يريد يعمل حساب مع ايميل حقيقي كيف نعملها اعمل لاجاوت مع خالد في رجسر بيج محمد محمد اد ساين جيميل دوت كوم يعني محمد من يعمل رجسر يعني يعمل حساب ما راح نسمح له ان يعمل لاج ان راح نرسل له لينك الى البريد الالكتروني مالته وهو لازم يضغط على اللينك وفي اللينك راح نخلي توكن توكن والايد ما لليوزر من يضغط على اللينك راح ناخذ التوكن مالته ونشوف هل التوكن صحيح ام لا اذا كان صحيح يعني شنو هذا الايميل ايميل حقيقي وهو يقدر يعمل لاج ان واذا هذا الايميل كان ايميل غير حقيقي ما راح نرسل لينك الى هذا الايميل ادرس فما راح يقدر يعمل لاج ان فرح نعمل ايميل فريفكيشن للموقع مالتنا عدنا شغل في الفرونت اند والباك اند في هذا الدرس اكثر شي راح نشتغل في فرونت اند وفي درس الغادم راح نشتغل في باك اند وبعدين نربطهم مع بعض فاجي الى فيجول استوديو كود في فرونت اند اس ار سي پيجز اريد اعمل نيو پيج وسمي وسمي وفر ايميل عملت نيو فولدر في وسميت وسميت وفر ايميل اعمل نيو پيج في وفر ايميل فولدر وسمي 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 وفر ايميل اعمل الكمبوننت مالتي وفر ايميل اكتب وفر ايميل اكتب هنا وفر ايميل ايميل واسوي بها verify ايميل css كنترول p افتح الاب جي اس اريد اعمل الراوت لهذا البيج في ااب جي اس انزل رح اخليها تحت الريجستر اعمل copy من الريجستر كنترول c المسار اخلي users نقطيا user id يعني هذا user id رح يكون id ما لليوزر ويكون dynamic لان كتبنا نقطيا يعني هذا parameter وبعدين verify وبعدين نقطيا token وانا رح يكون عدنا التوكن والمستخدم اذا اليوزر ما كان موجود رح نخلي يشوف ال verify ايميل فاكتب هنا verify ايميل سوالي auto import جميل اعمل copy من هذا كنترول c واجي الى المتصفح هنا في ال url اعمل paste اليوزر id رح اكتب ها واحد والتوكن رح اكتب اي كتابة عشوائية واضغط على الانتر فتح لي verify email page طبعا عدنا شغل في هذا الpage نرجع اصد الاب هنا في verify email اعمل اعمل import لverify email css واهنا حاليا رح اكتب conost is email verified يساوي true حاليا اكتب هذا الvariable هنا في الدرس الغادم رح ناخذها من ال redux واهنا في verify email section اكتب شرط يعني افتح object واكتب is email verified علامة السؤال افتح fragment else افتح fragment اذا كان ال email verified اهنا اخلي icon مع class buy dot buy patch هذا الايكون واعطي بعد class verify email icon وجوه هذا اخلي h1 مع class verify email title واكتب بها your email has been successfully verified وجوه هذا اخلي link component من react router DOM go to login page لازم اعمل import لهذا component اعطي اعطي المسار الى login و class name verify email link اذا كان is verified true المستخدم راح يشوف هذا التمبلت else هنا في fragment الثاني اخلي h1 مع class verify email not font واكتب بها not font شوي ارتب component multi نجي ونفتح البروزر هنا اعمل reload لازم اعطي styles اعمل copy من هذا ctrl c واجي هنا height calculate display flex align item center justify content center flex direction column بعدين عدنا هذا الايكون font size 80 pixel color var green color وعندي title font size 32 margin bottom 20 color var green color بعدين عدنا هذا class link font size 24 font weight 600 background color primary color padding 5 border radius 5 pixel color var white color color وبعدين عندي هذا class verify email not font font size 40 pixel color var red color جميل css css نرجع للبراوزر ونشوف المستخدم رح يقدر يفتح هذه الصفحة من خلال email مالته يعني رح نرسل link مال هذه الصفحة إلى email مال المستخدم والمستخدم من يضغط على link رح تنفتح هذه الصفحة وإذا ال link كان بها مشكلة يعني يمكن التوكن غير صحيح أو ال id غير صحيح هذا is email verified رح يصير false ومن يصير false المستخدم رح يشوف not found message لهذا السبب كتبناها في شرط حاليا أخليها true جميل قبل ما أنهي الدرس أسد هذا البيج وهذا نجي إلى back end في models folder أعمل new model وأسمي verification token رح أعمل copy من comment أو category أعمل copy من category control a control c control v الجوي ما أحتاجها أمسحها وهنا أكتب verification token schema وأغير الاسم إلى verification token schema في هذا في هذا الاسكيم أريد user وأيضا أريد token من نوع string required true والترم أمسحها وأنزل هنا أكتب verification token model أكتب هنا verification token وهنا أكتب verification token schema وهنا يعطيني verification token model الvalidate ما عندي أمسحها وأعمل export لverification token عملنا verification token model هذا الاسكيم وهذا المodel وعملنا export في درس الغادم راح تعرفون الفكرة عن هذا المodel كملنا هذا الدرس شكرا جزيلا لكم وأراكم في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر